بما انه العدس كل شهواي جايطونة بالحصة ومليتوا من الشوربة وما تاكلون الشوربة طبعا الشيذا دائما دائما نسوي يصير بملل تعالوا وياي اقلكم طريقة اش راح نسوي بهذا العدس هنا أنا بنات عدي هذا كوب عدس وعندي ذني راسيا من البصل وراس فلفل او فلفلاية وحده وراح نحط وياهن بنات طماظة مساء الخير مساء السعادة مساء الجمال شون شن بنات شخبار شا رجعت شن فيديو جديد اتمنى هذا الفيديو يعجب شن واتمنى من بداية الفيديو تحطيلي لايك وذا ما مش تركه تشتركين بقناتي على موت كل شأن شر يوصل اليش ويلا شوفوا اش راح نسوي هنا أنا بنات نبرش البصل بكيفش عديش محظرات طعام سوي بالمحظرات مات الطعام بس ما انصح بيه انه مرات بنات تمرد تمرد الاشياء وسويها عصير اذا المحظرات مات الطعام مات تثرم خشل سوي بيها بهذا المبراشة بديت ابرش البصل وراح ابرش وياكم هذا الراس مات الفلفل والطماظة بنات اقطعها يعني ناعم بالسجينة ما راح اسويها بالمبراشة هنا أنا بنات سي لقيت هذا الكوب قد تلتشن من العدس وعدنا مليح عدنا بهارات عدنا خضروات ذنيت وعد بصل يعني الخضروات الفلفل والطماظة اخصد راح نحط هن بنات كلهين بهذا المعون الشبير او الطاسة الشبيرة حطينا العدس وراح نحط فوقها هذا البصل كمية يعني كلش حلوة بيط طعم طيب للكباب او الكفتة مات العدس وحطينا هاي الخضروات واذا عدتش كرافيس حطي يعني شوية مو هواية حطيت البهارات حسب الرغبة بكيفش ادي بهارات تحبي نظيفينها طيفية واهم شي ما تنسين الرشة مالة الملح وحطينا بنات بهذا الكوب طحين فوقها اشقد ما شوفين تحتاج بعد الطحين حطي حسب رغبتش مو تسوي انها عجينة كلش لا يعني عينك ميزانك ونبدأ نعجن بيها بهذا الشكل شفيت احتاجت الى طحين شوية فحطيت فوقها ما رح احطن كمية هواي وصير مثل الخبزة لأ حطيت يعني شوية طحين على شوية يعني عدس على هاي سويتها بهذا الشكل صار شكلها بنات كلش كلش حلو وتعالوا ويانا انقليها حسب رغبتكم تردين استوينها كور على شكل دوائر تردين استوينها على شكل الكبابة اللي بطول انا حبيت اليوم ازويها على شكل الكفتة يعني الكفتة مات العدس كلش طيبة وبنات طعامها كلش طيب يعني انا ما انزل شي مو طيب الشن كلش اجربة او يطلع طيب انزلنه الشن طبعا اتاخرت بتنزيل هذا الفيديو بس قلت لا والله لازم انزل للبنات لان هس هم طونة او نزلونا عدس طونة كلش هواي عدس بالكمية وبما انه انا بنات يعني ملوا من الشربة فقلت خل اسوي لهم هاي الكفتة مات العدس خضروات وبيها فيتامينات وطعامها طيب وسهمنا وسهمكم الف عافية بهاي الطريقة بنات بديت اكور بها واقلي اتب كيف اش تاردين تسوينها ثخينة تاردين تسوينها يعني خفيفة حسب الرغبة انا سويت ثخنها بنات متوسط على مود الصير عند شوية متشسبة والغلاف مالتها مقرمش لا تعلين النار كلش هوايه ولا تنصينها ما تتفخ عدس بنات اللي عرفته انه هي شوية ترتفع يعني شايفين اللي حاطينها بها مو بهارات بيكون بودر فاني ما حطيت لها والله شي بس العرفته انه هي شوية ترتفع اول ما طلعينها راح تبدي تنزل يعني اذا بردت تنزل بس هالسه بنات تنتفخ تصير كلش حلوة والطعام بنات ما احكي لكم عنه يعني اعجز اللي اقول كلش كلش طيبة وهذا كباب والفقراء ايام التسعينات قبل كانت امي تقول انسة والكباب من العدس يعني انا بذاك الوقت مو واعية يعني مو واعية كلش واذكر بس قبل كانت ام تقول كباب العدس يطلع طيب وكانوا قبل يسوونه كباب العدس يسوونه كباب فرجعت هاي الذكريات الذكريات هاي اللي بداخلي ما تطفولها ولو انا ما اذكرها بس رجعتها وحطيت بنات اللي ضفتها هو الفلفل الاخضر فيتامينات كلش هوواية والاطفالكم يعني شوية يتقون واللي ما يحب العدس بالشوربه لازم ياكلونهما عدس فسويته لشن اتمنى تستفادا بنات من هذا الفيديو اتمنى فيديو اليوم يعجبتشن واتمنى انه انا ما اخذت من وقت شن بنات اهواية طبعا الفيديوهات التنظيف كلش مشاهداتها سصير عالية عكس فيديوهات الطبخ او الحلويات او هاي الاشياء دائما بنات سصير المشاهدات كلش قليلة بيها اتمنى الوصلة اللي هنانا تكتب لتعليق حلو وارد عليها لان هاي من الناس المميزين وقلها انه انا احبش كلش هواية المميزين بحياتي يعني شوفوا بنات انا قد انزل فيديوهات بس القليل قليل من البنات يكملونه للاخير فاللي وصلت لي هنانا تكتب لاما لك انا وصلت لوم حشيتي هذا الحشي قلتي من المميزين بحياتي اللي وصلت لهذا المقطع فهنانا بنات مثل ما شوفون بديت اقلب بيها خلصت هاي الوجبة الاولى وبديت اقلي بالوجبة الثانية بنات متجسبة يعني كل الليش طيبة وتقدرون يعني تخلون الاطفال يأكلونها بلا خبز مو اللي بخبزة فيقليها وانطيها الاطفالك وهذا الشكل وصل لنهاية الفيديو اتمنى فيديو اليوم عجبكم واتمنى كنت خفيفة الظل على يجهل ولا تنسوني باللايك والاشتراك والشير للقناة مع الف الف سلامة بحيبات ترجمة نانسي قنقر